تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفيسبورت اللي بتجيكم مني أنا محمد عوادي اليوم بدأ نتكلم عن قضيتين قضية كريستيانو رونالدو تصريح بوفون إنه أفسد جينات يوفينتوس واللي مش أول مرة بيطلع من اللاعب من اليوفي من اللاعبين اللي تقال أيضا الزلزولي وجنسيته المغربية واحتمال يمثل المنتخب المغربي ويغلق الباب بواجهه إسبانيا حنتكلم بالقضيتين من وجهة نظري للشخصية نبدأ بكريستيانو رونالدو مسأل تلجينات بوفون خرج وقال قال قال لك اليوفي يعني فقد حمضه النووي لما جاء كريستيانو رونالدو وهذا تصريح كل واحد شجع اليوفي كويس وفهم اليوفي كويس وإلو سنين بيحب اليوفي ومنهم بوفون طبعا بيعرف إنه مش كثير دقيق وبيعرف إنه تصريح ببيع بالإعلام الناس حتزقف اللي ما بتحب رونالدو حتزقف واللي بدأتدور عضاحية حتزقف لكن الكل فاهم إنه مش المشكلة كانت رونالدو بوفون لما طلع ب2018 كان موجود أليجري مدرب ولما رجع وبيحكي عن الحمض النووي اللي راح كان ساري صار وساري مدرب معرفش يدير كيبة في تشيلسي فجاي يدير رونالدو جاي يدير اليوفي أكبر بكثير منه وكنا عارفين كثير إنه أكبر منه بس كنا متأملين والله إنه تزبط معاه وتيجي دوري الأبطال لكن الجميع بيعرف إنه ساري فقط غرف التغيير الملابس تقريبا قبل ما يوصل كثير ناس ما كانت مقتنعة فيه هذا الأول يعني إذا ما تجد تتكلم عن حمض نووي ما لقيتوش ما أنت مش نفس المدرب ومدرب جزء أساسي من مزاج الفريق هذا الشيء الأول الشيء الثاني ولازم أحكي الحق في الموضوع رونالدو مع اليوفي رغم إنه اليوفي كبر وشافه بعضمته وحجمه الحقيقي وكانوا مبهورين بوجوده رونالدو مات ماذا على اليوفي بقدر ما عمل حركات مع ريال مدريد ما طلع عنا وعمل حركة أنا حزين وما راح على مدرب باريس سان جيرمان عشان يستفز بيريز نعمل هذه الحركات رغم إنه اليوفي يعني قال له خد أنت حاكم يعني عيش كبر قد ما بدك لكن الرجل كان محترف اللي اتعامل مع رونالدو بشكل خاطئ لعيبت اليوفي مبدئيا أنت لما يكون عندك أسماء دقيلة زي كيليني بونوتشي ديبالا إلهم ارتباطهم الجماهيري كلهم تراجعوا بقياديتهم واعتماديتهم على نفسهم ورموها كلها على رونالدو هذه الأسماء فإنت حملت كل شيء على رونالدو أعطيته كل السلطة بالفريق إنت اللي أعطيته إياها الرجل كان بدي يجيب معك دور الأبطال لمجده الشخصي ومجد اليوفي إنت اللي رميت عليه كل شيء وعملت الموضوع مختزل فيه كلاعبين أيضا كإدارة تعالوا نشوف شو كانت تعمل هاي الإدارة دانييلو كانسيلو أرثر مقابري بيانيتش وصفقات تبادلية كثير مش مفهومة بعدين نفهم أنه المسألة مسألته ورق مالية مسألت أرقام مالية هذا جزء الأول الجزء الثاني يجي كانسيلو سنة ينباع يجي والله إمريتشان سنة ينباع يجي أره الرمزي براتب عالي ما نعرفش وين بدنا نلعبه أساسا لأنه الشكل اللي رايح تلعب فيه ما كان عم بيستقبله يجي رابيو ما تعرفش تستفيد منه لفترة طويلة يضل أليكساندرو تلعب موسم كامل بظهير أيسر واحد هذه هي مشكلة الجينات إذا بتعرفوش اللي ما بعرفوش اليوفي ربما ما بعرفوش أنه كريستيان روميرو اللي بيلعب مع توتنهام واللي تمسي طلبه لبرشلونة واللي ساهم بفوز الأرجنتين بكوبا أمريكا مسجل بإسم اليوفي كان ما لعبش ولا مباراة راه على جنوة وأطلنطا وبعدين راه على توتنهام فاليوفي ما استفاد منه أبدا رياضيا اليوفي اللي كان عنده ديميرال وكان عنده روميرو وكان عنده أسماء ممكن تفيدوا للمستقبل قرر يرجع بونوتي هذه الفوضى بسوق الانتقالات هي اللي أخلت الجينات تيجي كل يوم تقول لها ديبالا بدي أبيعك بدي أبيعك بالصيف بعدين يرميك لآخر يوم الآن بدون ما يجدد عقده معك زي نوع من أنه الولد مش ناسي خلينا نكون صرحين ونسمع ديبالا في فلان وديبالا بإيكاردي وديبالا بلوكاكو ودوغلاس كوستا بدي يطلع وبعدين لما يبدلش الموسم يروح هم يجايبين الدوري والموسم الثاني نهار مستواهم وترجع تسمع نفس الأخبار هذه هي مشكلة الجينات مشكلة الجينات لما تشوفي جوين انتهى ترجعوا عشان جاك ساري زي قصة لوك دي يونغ لكومن في برشلونا هذه هي مشكلة الجينات فالمشكلة أبدا مش كريستيان رونالدو ما نضحكش ع بعض كمشجعين اليوفي ونرميها عن الرجل الرجل ايجا نعم ما حقق اللي كان مية في المية بدنا اياه منه لكن الادارة ماشي بطريق وسياسة الانتقالات ماشي بطريق كان غير مفهوم ومش رياضي والآن فيه تلميحات شبه واضحة انه دي لخت حيطلع وعشي أهمين حيضل دفاع عشو حراهن بالدفاع قلينا نكون واضحين جدا فيه مشكلة كبيرة ادارية باليوفي محتاجة تعديل بعدين نتكلم والله هذا اللاعب ولا هذا اللاعب بس انا شايف هذا الموضوع كله اقرب للإعلام لحمالة الانيلي وقرارات الانيلي اللي صارت باليوفي الروح على القضية الثانية قضية لعلاقة بالجينات ايضا لكن الجينات حقية الزلزولة مغربي مية في المية اللاعب بيقدر يحصل على الجنسية الاسبانية المفروضة بشهر واحد او شهر اثنين في شكل قانوني وعشان اضضح شغلي هون مهمة حصول اي اسباني على الجنسية الاسبانية ملوش علاقة بالرياضة ما عندهم نظام التجنيس الرياضي اللي عندنا عربيا لانه عندهم نظام التجنيس الرسمي في دول اوروبية وعالمية للعلم عندها تجنيس رياضي يسمى جواز المهمات مثلا كندا عندها هذا الجواز بس ممنوع يضل الجواز هذا اكثر من سنة بعد سنة لازم تقول يا يصير كندي يا ما يصير كندي فالزلزولي هيك هيك هيصير اسباني السنة الجاي هذا مضمون يعني هيصير اوروبي بانتقالات من دولة لدولة هيصير اوروبي فما عنده مشكلة هذا الوضع بيصير مع محرز بيصير مع زياش ما في اي اعاقة لمسرتهم رغم انهم مثلوا فرق عربية القضية الان الواردة انو الاتحاد الاسباني بيحاول يغري الزلزولي يضل ولو الزلزولي بس يفكر انسوا ليموني الحد هذه لانو مستوان هات القصة صارت مع كثير لاعبين صارت مع بويان صارت مع ماركوس سينا اللي جبلهم اليورو لالفل وثمانية كان جزء اساسي من اليورو اللي بيذكر هذول اللاعبين كلهم بالنسبة للاتحاد الاسباني عبارة عن عدد لاعبين عن حجز حجز لهذا وحجز لهذا وحجز لهذا وبعدين منشوف اذا عنا لاعب كويس بمستوى الاولوية للاسباني حرفيا وكأنك درجة ثانية هذا اول شي حيصير هذا اول قضية لازم يفهمها بالنسبة لمنتخب اسبانيا فعلازم يضل 100% واحنا منعرف انه في المنتخب الاسباني بده ينافس اولمو فيرانتورس لثلاث اربع سنين هذول ما خذين مكانك وبعدين فيه فاتي جاي وهنا منروح ونميل على برشلونة شفت كتير تعليقات بالفيسبوك من الاصدقاء بيقولك بس مسيرته ببرشلونة رح تتأثر لو رح لعب مع المغرب ام افريقيا عبلاطة وكلنا عارفين اول ما يرجع فاتي لو شو مكان مستوى الزلزولي حيقعد ذكه اولها 100% يعني الفرصة لفاتي هي مضمونة لانه الدعم الاعلامي لفاتي اعلى ابن النادي الزلزولي لازم نتذكر انه برشلونة اشترا يعني مش ابن لماسيا فبالتالي هم حبينه اكتر فيه دافع وضغط كبير انه فاتي اللي لعب اسرقة مع عشرة فاول ما يرجع هياخده الاساسي فاتي هاي مضمونة فحتى لو شو معمل الزلزولي حينحط شوي ذكه لعن ما يشوفه مستوى فاتي مستوى جناح الايمن والان جاي فيران توريس اللي ممكن يلعب جناح ايمن ايضا فمسألة برشلونة مش كثير فعلا هيتأثر هي موجة اعلامية عم تخلق هو هيك هيك بهذه الفترة برجعة ذاتي هيجلس دك اولها الان لو هذا اللعب رأى المغرب ويتقلق شخصيته ثقته بنفسه النظرة الى بتفرج يا اخي القول اللي حطه صلاح بترصفيات كأس العالم بركلة جزاء فرج كثير بتعامل كلوب باعتراف كلوب نفسه مع صلاح عرفه بشيل مهام بشيله معارك بشيل لحظات ذهنية صعبة فانت محتاج تلعب مع بلادك محتاج تشعر انه الجمهور المغربي وراك زي لما حص صلاح انه جمهور المصري وراك عشان تكمل افضل وبنفس الوقت لو كان لعب جيد جدا لو راح شهر على افريقيا ورجع ولاعب مفيد بوضع برشلونة الحالي حيقولوله لا والله انت روحت على افريقيا لا حيرجع يلعب انا شايف هيكسب خبرة هيكسب ثقة بالنفس هيكسب شخصية افضل لما يروح على افريقيا ويلعب وحيلعب بامم افريقيا فاتمنى اتمنى شخصيا ما يغلط الغلطة وينغش في هذه الكلمات اللي عم تيجيله من هون ومن هون ومن هون انه دير بالك مستقبلك ببرشلونة دير بالك ابصر مين لا لا ما يغلطش هاد الغلطة ويروح يمثل بلده هاي ما شاء الله عنه سادي يماني صلاح محرش زياش لعيب افارقة بكل الاندي فرانكسي في ميلان كلهم موجدين لان امم افريقيا صارت في النهاية تلعب بالصيف ما عادة هذه البطولة الاستثنائية غير ذلك اصبحت بالصيف ما عادة تعيق مسيرة الافارقة في اوروبا زي ما كانت زمان انا شايف فيه فرصة لا له مش انه والله منطلب يمثل بلده هو حر اي شخص حر بهذا الموضوع ونظرته للموضوع لكنه مش هيك هو فيه فرصة له لو مثل المغرب ابدع في امم افريقيا العين حتصير عليه اكبر قوته وتعامله مع برشلونة حيصير اقوى انا لاعب يعني خلاص بطلع انت بتصير عقدك مع برشلونة مش مصيرك مرتبط بنادي واحد وكثير مهم دائما اللاعب يكون عنده اكثر من فرصة عشان لو سأت اموره مع نادي يروع على نادي اخر فاتمنى الزلزولي نشوفه في المنتخب المغربي مش والله عشانه عربي بل عشان يمثل البلد اللي جاي منها ونخلص من سياسة القوائم اللي بتعملها اسبانيا اول ما يجي لاعب بنفس مستواك او اقل شوي حيقولولك شكرا وصارت مع كل اللي جنستهم اسبانيا في السنوات الاخيرة ولعبتهم في منتخذها مش بس منير حدادي كحالة اوضح لكن جميعهم بلا استثناء نوصل هنا لنهاية هذا الفيديو كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام ضروري جدا تتابعونا على هذا القناة تتركوا لايك على هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى